المحس في الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت بعد ظهر اليوم حضر الاجتماع دولة رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والمالية والخارجية والاقتصاد والتجارة والأشغال العامة والنقل ومدعي عام التمييز وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية ومدراء المخابرات فيها والمدير العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام لمجلس العلى للدفاع ورئيس المجلس الأعلى للجمارك والمدير العام للجمارك ومعاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ومحافظ بيروت ورئيس مرفأ بيروت والأمين العام للهيئة العليا للإغاسة والمدير العام للدفاع المدني كما حضر المستشار الأمني والعسكري لفخامة الرئيس في مستهل الاجتماع طلب فخامة الرئيس الوقوف دقيقة صمت حدادا على شهداء الانفجار الكبير وقدم التعازي لعائلاتهم وتمنى الشفاء العاجل للجرحة وقال إن كارثة كبرى حلت بلبنان والمعلومات الأولية تشير إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحة وأضاف فخامته الغاية من هذا الاجتماع هي اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية ومساعدة المواطنين ومعالجة المرضى والمحافظة على المنتلكات العامة ولفت فخامة الرئيس إلى ضرورة التحقيق فيما حدث وتحديد المسئوليات لا سيما وأن تقاريرا أمنية كانت أشارت إلى وجود مواد قابلة للاشتعال والانفجار في العنبر الذي وقعت فيه الكارثة وقال فخامة الرئيس إن اتصالات عدة وردت من رؤساء وملوك دول عربية وأجنبية للتضامن مع لبنان في محنته المستجدة وتقديم مساعدات عاجلة في مختلف المجالات ثم تحدث دولة الرئيس معزيا بالشهداء ومتمنيا للجرح الشفاء العاجل داعيا إلى تشكيل لجنة تحقيق تصدر نتائج تحقيقاتها خلال 48 ساعة وتحديد المسئولية وقال دولته لن أرتاحك رئيس حكومة حتى نجد المسئول عما حصل ومحاسبته وإنزال أشد العقوبات به لأنه من غير المقبول أن تكون شحنة من نترات الأمونيوم تقدر ب2750 طن موجودة منذ ست سنوات في مستودع من دون اتخاذ إجراءات وقائية وهذا أمر غير مقبول ولا يجوز السكوت عنه وتعريض سلامة الأهالي والسكان للخطر وأكد دولة الرئيس على ضرورة إعلان حالة الطوارئ في العاصمة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد وبعد التداول وعرض التقارير التي أعدتها الأجهزة المختصة حول الكارثة قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع التوصيات الآتية إلى مجلس الوزراء واحد إعلان بيروت مدينة منكوبة 2- استنادا إلى المادة 3 من قانون الدفاع رقم 102 والمواد 1-2-3-4 من المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5-8-1968 إعلان حالة الطوارئ في مدينة بيروت لمدة أسبوعين أي من 4-8-2020 لغاية 18-8-2020 وتمارس السلطات المختصة الصلاحيات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 52-1968 كما وبالاستناد إلى المادة الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي تتولى فوراً السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الأمن وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة بما فيها قوى الأمن الداخلي والأمن العام والجمارك ورجال القوى المسلحة في الموانئ والمطارات وفي وحدات الحراسة المسلحة ومفارزها بما فيها رجال الأطفاء وتقوم هذه القوى بواجباتها الأساسية وفقاً لقوانينها الخاصة وتحت أمرة القيادة العسكرية العليا كما تختار السلطة العسكرية العليا بقرار بعض العناصر من هذه القوى لتكليفها بمهام خاصة تتعلق بعمليات الأمن وحراسة النقاط الحساسة وعمليات الإنقاذ ثلاثة تكليف لجنة التحقيق بالأسباب التي أدت إلى وقوع هذه الكارثة على أن ترفع نتيجة التحقيقات إلى المراجع القضائية المختصة في مهلة أقصى خمسة أيام من تاريخه على أن تتخذ أقصى درجات العقوبات بحق المسؤولين أربع تخصيص اعتمادات للمستشفيات لتغطية النفقات الاستشفائية للجرحة خمسة دفع التعويضات اللازمة لعائلات الشهداء ستي تحقيق كميات من القمح بعد أن تلفت تلك المخزنة في الإهراءات سبعة تجهيز مرفأ طرابلس لتأمين العمليات التجارية من استيراد وتصدير ثماني تشكيل خلية أزمة لمتابعة تداعيات هذه الكارثة على الصعود كافة تسعة حصر بيع الطحين للأفران عشرة تكليف الهيئة العليا للإغاثة مسح الأضرار بالتنسيق مع الجيش اللبناني 11- التواصل مع جميع الدول وسفاراتها لتأمين المساعدات والهبات اللازمة وإنشاء صندوق خاص لهذه الغاية 12- تكليف الهيئة العليا للإغاثة تأمين إيواء العائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن والتواصل مع وزارة التربية لفتح المدارس لاستقبال هذه العائلات 13- وضع آلية لاستيراد الزجاج وضبط أسعار المواد التي تستعمل في ترميم الأضرار وقرر فخامة الرئيس تحرير الاعتماد الاستثنائي المنصوص عنه في المادة 85 من الدستور وفي موازنة العام 2020 والذي يبلغ 100 مليار ليرة لبنانية يخصص لظروف استثنائية وطارئة كما أعلن دولة الرئيس الحداد الوطني والإقفال لمدة ثلاثة أيام شكراً لجنة تحقيق يعني بتعطي النتيجة مدة أقصى خمسة أيام لجنة تحقيق لجنة تحقيق